السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلكم السلام ورحمة الله في الحاج حيك الله خويا لا عفو خويا لا يحسن الولدين بقى على قيد الحياة الله يطول عمرهم يا رب والمحنى دخل من الخوت ان شاء الله يا ربي يا ربي واحد الوحط اللي يجيزك بخير هي كتنعز وكتحسب رصة بحيلا كتطير في سنعة ولا كتتوضى هي ما كتجي فين بداية الصلاة ولا شيء حاجزت كتحسب رصة بحيلا كي يتمثلها الوضو يا أخويا ولا كتصلي كتسجد بحيلا لدها من حاجز ولا شيء حاجزا كتعاوز شيء ما كتعرف واش سنعة رتعة واش جوج واش لاتة واش كي لا إله إلا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا رب العالمين لا إله إلا الله شكرا لك أخي حسن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أخونا حسن من قلعة مكونا ذكرنا بأشياء مهمة لاحظوا بأن اهتمامات المواطنين المغاربة ليس دائما مادية ليس أزمة سكن أزمة شغل أزمة بطالة هناك مشاكل أخرى نوعاني منها مشاكل داخل الأسرة مشاكل مع النفس مشاكل مع الصحة وهذه فقط تحتاج إلى مجرد توعية وإرشادات واقتراب من الخالق جل على أخونا السحسن وصنا وذكرنا بالوالدين دعوة الوالدين راه الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين الوالدين عندهم حقوق وهم أحياء وعندهم حقوق وهم أموت وهم أحياء ربي عز وجل أمرنا بأننا نحسن إليهما بكل المقاييس حتى ولو وقعت بيننا وبينهم شناءان حتى ولو وقعوا أحد الاختلاف الرأي حتى ولو أنهم قسوا أحيانا علينا ومع كل هذا الوالدين أعطاهم ربي امتياز السمع والطاعة والخضوع كما قال جل جلاله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كي لأ والديه كي تكلم معهم وكي تجدل معهم وكي يقولوا إحنا في أهد الديمقراطية إحنا في عهد حقوق الإنسان إحنا في عهد المساواة قبح الله هذه الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا علمت الإنسان أنه يتهجم على والديه ويعنف هؤلاء الوالدين ويسيء إليهما ويكسر كلمتهما ويحزن قلبهما أي ديمقراطية وأي حقوق إنسان وأي مساواة وأي حرية فرضية تمس الوالدين هذا حكم قضائي غير قابل للجدال ولا للنقض ولا للإبرام حكم من السماء ربنا عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لكي تهدى الله في الوالدين ربي عز وجل كيف تحلي باب الخير كيف تحلي الله باب الفرج كيف تحلي الله باب الرزق كيف تحلي الله باب العطاء كيف تحلي الله باب العز أحياء وأموت لأن الحق الأخير قال ربنا عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة قال العلماء والمفسرون يعني بعد موتهما بعد موتهما وكلنا سوف نموت لابد أن لا ننسى الوالدين كالي دم الآن دفنوا والدي ألساهم الى السولتين الآن عنده تمامات كثيرة في الحياة كيتكلم على الغلاء دي المعيشة كيتكلم على المتع ومسائل الحياة كلها ومشاكلها ولكنسى الوالدين كأنهم عمروا مكانوا وهذا خطأ جسيم جدا را الكثير منا كيعاني من ظروف صعبة را من بيني أسبابها عدم البر بالوالدين كان صالحون الى الشعر بأنه عنده مصائب في الحياة وعنده شدائد وعنده قلة رزق وعنده قلة باركة أول اتهام كيتهم بنفسه يقول لعلني مفرد في والدي لأن الوالدين سترون وخطاء إلا عندك الوالدين عندك الستر وعندك الغطاء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا ماتت أم ابن آدم نداه منادي من السماء ماتت التي كنا نرحمك ونرزقك من أجلها فاعمل صالحا نرحمك ونرزقك من أجله را عندك أمك وعندك باكر عندك الرحمة وعندك الغطاء عندك التحصين عندك حصانة خليك دبلوماسية حصانة بشي مرلمانية هذه حصانة ربانية الحصانة الربانية ما توزيها لا حصانة دبلوماسية ولا برلمانية ولا أي إن كان حصانة مهمة وللغاية لعند الوالدين ديولو والتي توفوا ما ينسهم خاصة دائماً يذكرهم بالرحمة وبالمغفرة على الأقل يوم الجمعة على الأقل وإحنا المغاربة اعتدنا أن يوم الجمعة يوم عظيم عندنا يوم الناس يدروا في أعمال البر وأعمال الخير ومن أبرزها الإحسان للوالدين أو زيارتهم في المقبرة أو الصدق عليهما ولو عن بعد فهذه فرصة جميلة لنا جميعاً نتذكر رأى اللي عنده شي مشكل واللي عنده شي صعوبة في الحياة واللي نزل له المرض السقم واللي شفرصه بأن الأبواب مغلوقة رأى أول فكرة تخطف باله ما علاقتك بوالديك إيلاك أنت عندك مشاكل رجع عند والديك طلب منهم سماحة بوس الرأس بوس لدين بوس الرجلين عنقهم وتدلل بين أيديهما وأكرمهما مما أتك الله تعالى والله وبالله وتالله أقسمه غير حانتين غدر هذا العمل إلى كل خير غد يعمعليك والله ما كن ليمسك والله عمرك ما تحتاج والله عمرك ما تغتم هذا شيء نقول لكم يا أحباب الكرام رأيناه كثير عند الكثير من المرضيين والمرضيات والعكس صحيح العكس صحيح كتلقى الإنسان حينما ينهرهما وحينما يهملهما كلاك يهملهم ماك يسول فيهم كأن مع رمى ولده الهم والغم والمصائب والبيلات كثيرة أقلها أن الله يسلم منه الباركة كتلقى كي يخدم ماكي جمع فلوس كتلقى كي يديل الرياضة ماكي صح كي يكون ماكي شبع كي نعس ماكي ييرسح دائما هكذا معدبا كأن شكرك أخي سيدي حسن من مقونة ذكرتنا بالوالدين هذه فرصة الله يحفظ لك وليدك أخويا حسن ويطول عمرهم ويبارك لهم في العمور ويزكي لهم في العمل الصالح ويجعلهم مباركين وجميع أبائنا وأمهاتنا واللمة من والدين الله مرحمهم رحمة وسعة وأسكنهم فسيح الجنات واجعلهم بجوار النبي المصطفى خير الكائنات اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر